إلى ذلك وصل من لقصير إلى عرسال عشرات المسلحين الجرحى لنقلهم إلى مستشفيات البقاء والشمال نقل الصليب الأحمر اللبناني 28 مسلحا جريحا كانوا عبروا الحدود السورية اللبنانية إلى عرسال نقلهم إلى مستشفيات البقاء وأفادت المعلومات بأن سيارات تابعة للصليب الأحمر اللبناني نقلت 8 جرحى سوريين إلى مستشفى راشي الحكومي بمواكبة الجيش اللبناني وفي جبجنين نقلت سيارات الصليب الأحمر 22 جريحا إلى مستشفى فرحات وتوزع جرح آخرون على مستشفيات البقاع وتحدثت معلومات صحفية عن وصول 300 مسلح جريح من لقسير إلى عرسال تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات في البقاع والشمال